المثال عليه هو وجود المد الشيعي في مصر والمد الشيعي في مصر مشروع لا يخفى على أحد ووجوده موجود في مصر وتدعمه عديد من الشخصيات العامة بصورة مباشرة أحياناً وبصورة غير مباشرة أحياناً أخرى أهم مظاهر هذا المد الشيعي هو الولاء لإيران وبيتخذ لذلك دعوة أساسية وهي إعادة العلاقات مع إيران وصفر الكثيرين لتجميل صورة إيران لدى الشعب المصري ووصل الأمر أن بعض الشيعة في مصر تقدموا بطلب تأسيس حزب شيعي باسم حزب التحرير الشيعي لجنة شؤون الأحزاب رفضت تأسيس هذا الحزب طعن أحمد راسم النفيس على هذا الرفض أمام المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار عبدالله أبو العز حددوا جلسة 17 مايو القادم للحكم في قبول هذا الطعن أو رفضه قبول هذا الطعن يترتب عليه وجود حزب التحرير الشيعي رفضه يبقى ما فيش حزب الشيعي أسباب رفض لجنة شؤون الأحزاب لتأسيس هذا الحزب متمثلة في أن الحزب لم يستوفي الشروط المقررة قانونا للموافقة على تأسيسي وأن الإختار الذي تقدم به أحمد راسم النفيس كوكيل مؤسسين منفردا اقتصر على 36 توكيل صادرة له كوكيل عن المؤسسين ولم يحضر باقي وكلاء المؤسسين أو الموكلين عنهم لاتخاذ الإجراءات أمام لجنة شؤون الأحزاب أو لجنة أسيس الأحزاب السياسية سبب آخر أن أحد الوكلاء المؤسسين للحزب اسمه وليد عادل عبيد صادر ليه حوالي 2656 توكيل تقدم وليد إلى اللجنة بطلب استرداد التوكيلات الصادرة له بدعوة أنه لم يفود أحد في تقدمها وأن أوراق الحزب لم تستوفى شرطا أساسيا خاصا بنصاب الإختار العددي الوارد في قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977 والعدل بمرسوم قانون رقم 12 لسنة 2011 سبب آخر رأته اللجنة شؤون الأحزاب أنه لم يتم النشر في الصحف خلال الثمانية أيام التالية للإختار وده مخالف للمادة التمنى من قانون الأحزاب في نفس السياق هيئة مفوض الدولة أوصت برفض تأييد أو أوصت بتأييد قرار لجنة شؤون الأحزاب برفض تأسيس حزب التحرير الشيعي ورفض الطعن المقدم من مؤسس الحزب أحمد راسم النفيس ترجمة نانسي قنقر